مع الطبيب المختص مع الطبيب المختص أسبوعيا برنامج تدبي في علاقة بطب الاختصاص على الحياة أفهم عسليم ومرحبا بكم على الحياة أفهم إذاعة القيروين للصحة رافقوكم كل صبحية نهار اثنين في برنامجكم مع الطبيب المختص من العاشرة متع صباح نترحو مشكلة صحية جديدة نجيب على تساؤلاتكم ونقربو لكم رأي المختص موضوع حصتنا اليوم ارتفاع ضغط الدم عند المرأة الحامل اللي هو يشكل مخاطر مختلفة سواء على نمو الجنين أو على صحة الأم ما هي أسبابه أعراضه كيفية تجنبه وعلاجه للإجابة على كل هذه التساؤلات يحضر معنا الدكتور راذوين النايفر طبيب مختص في أمراض النساء وتوليد وطبيب استشفائي جامعي سابقا بكلية الطب بسوسة مرحبا بك دكتور راذوين وبك عشك أخط عفاف نشكرك على الاستضافة هذه ونشكر إذا عدت حياة تفهم ونتمنى للتوفيق بالتبيعة في مسارها شكرا أني يعطيك الصحة دكتور نيفر شكرا على تلبية الدعوة دكتور نيفر ارتفاع ضغط الدم هل لي لدى المرأة الحامل ولا يشكل لنا خطورة ولا نروح برشا عند النساء لو تعرفلنا ما معنى ارتفاع ضغط الدم عند المرأة الحامل بسم الله الرحمن الرحيم دونك يزبنا نعرفه اللي ارتفاع ضغط الدم عند المرأة الحامل هو من أهم الأمراض اللي جي وقت للمراقبة الحامل هي وخاصة السكري مرض السكري وأنا أعتبر أنه ارتفاع ضغط الدم هو أهم هذه الأمراض أخطرها قد يكون لشكل أكثر خطورة وأهمها لأنه تمثل خطورة على حياة الأم والطفل وقت الحبالة وقت الجرساس وكيف كيف تمثل خمسة بالمئة من حالة يعني اللي جرساس يعني النسبة موجودة لك أثر هو مرض قديم يعني وليس بجديد واحنا العلاج موجود بالطبيعة التوقي موجود ولهنا نحب نركز على أهمية المراقبة يعني بالنسبة للمرأة الحامل وبالتالي احنا يعني هي العملية بسيطة يعني في هذه عملية المراقبة يعني عملية المزيرة للأبريسيون أرتريال كنقيص الدم بسيطة منتظمة ورغوليار بحاول نجمه تشخيص متاعه سهل وبسيط يعني في كلمة واحدة ما شكوني يقول البومينة هل هو بيتو هل نفسه ارتفاع ضغط الدم اللي نقوله توكسيمي كيف كيف نسمع البومينة باش نفرقه لو تفهمنا شنو معناها وشنو معناها البومينة هل هو نفسه هو ارتفاع ضغط الدم هو في كلمة واحدة ارتفاع ضغط الدم هو يعني ضغط الدم يتجاوز لربعتاش فاصل تسعة في اي مرحلة من الحمل في اي مرحلة من الحمل لكن بعد مش نخلك فما فيه انواع بالنسبة البريكلامسية هذي ولا نسميها توكسيمي جرابيديك بالفرنسية وبالعرب نسميها بومينة يعني في التقافة الشعبية هي نفسه وطن فسر لك عليش ساميها بومينة ولكن عادة هذو منسي عندهم تنسيون ارتريال عندهم ايبرتنسيون ارتريال وما هم شفاقين بروحة من قبل الحمل وما هي شفاقين قبل عشرين اسبوع اذا كان لقينا التنسيون تال عراي ما هي شبو منها وفحة لان هذه كتسمى مرأة عند هذا ارتفاع ضغط الدم بانسور مش مش في اطار المراقبة مش نقيسوا التنسيون سيستيماتيكمو وانا منشوفش وانا ديما نحثزوا اي طبيب واي زميل انو لمزورة التنسيون الارتريال اللي دوتات السيستيماتيك يعني مش مرأة تطخل كابيني وما تقيس الدم لحقيقة وخاصة المرأة الحاملة فهمت صحيح وحتى للناس الكل يعني حتى باندوتر مالادي يستحسن نقيسوا التنسيون الارتريال دونك قبل العشرين اسبوع رأوا ذاك التنسيون الارتريال القديمة ماناش فيقين بها وهي اللي كان الحامل الفرصة باش نفقوا به نفقوا به الهيبرتنسيون الارتريال ونعالجوها اذا كان اما الابريكلام بسي بروبرموندي ترى عادة دي بعد العشرين اسبوع دونك اذيك تهم الحامل وطو بعد نفسر لكم عليش التنسيون الارتريال تطلع كورد دونك لازمنا نعرف اللي مع التنسيون الارتريال فما مجموعة علامات اخرى نجم تصاحب نجم تكون موجودة مش بضرورة موجودة نجم تصاحبها اهم هي وجود نسبة بروتيينات مرتفعة في تحليل لزيرين تعالى المرأة الحبلة دونك احنا عادة انكن الخاء والتنسيون الارتريال تطلع نعملو مزير بالبوندلات فما انتست اريونار يسموه بالمزير على البوندلات ولا انبعد اذا كان مثل تأكد التشخيص يمشون نطلبو انبروتيين دونك اترار يعني تحليل البروتيين واهم البروتيين هي الالبومين خاطر البروتيين فيها بارشة انواع دونك اهمها وخاصة لالبومين ومن كلمة لالبومين جاءت البومينة البومينة دونك اذا كعليش احنا في الثقافة الشعبية متعنا نقول البومينة لكن هي لالبومينوري دونك تنسيون ارتريال وبومينة لالبومينوري وفي معظم الحالات فما حالة انتفاخ المرأة تكون لباس فجأة يطلع لهم فاخ كل صور في وجه خاصة في الوجه وفي الولدين وفي السقين اما يلزمنا نعرف اللي هنفاخ هذا نجم يكون موجود بشكل طبيعي عند المرأة الحبلة ونزيد نأكد انه 60% من سا يصير لهم النفاخ لزودام وطلقاهم ضغط الدم يكون عادي احنا نفاخ ما غير ضغط الدم عادي ما تخاف مش قيص تنسيون تاعك في اقصر حالات نجم نعم نتحليل بومينة اما راي تنسيون نرمال احنا مندخل في الباب هذا يزن تكون ارتفاع في ضغط الدم بومينة بلاش ضغط الدم بحول الله لباس لانه فما امراض اخرى تاعتي الانتفاخ 60% الفيزيولوجي الانتفاخ لا تقلقوش رواحكم لاحظت اللي انت نفخت شوية يمشي قيص بطبيعة من الاحسن تشوف طبيبك وبطبيعة بترجع ومش يعمل الاجراءات الاخرى مش يعمل تحييبو مينة وكان فام مثال تشخيص الحالة وقتها الامور تاخو مجراها يعني حبيت نزيد نأكد اللي في هال في حالة خفيفة اللي ما تخوفش وفيها لكن حالات في بعض الاحلان صعبة انا نأكد على اهمية المراقبة لانه العلاج موجود والوقاية موجودة وراو هي لحقيقة ما نحبش نخوف النساء لكن في العالم الكل فما بعض الوفيات من الحال هذه لكن عادة عند النساء مايرقبوش وخاصة عند النساء يجيو في المراحل الاخيرة من المرض هذا لانه نأكد على المراقبة وتبعت ونحكي بالتفاصيل يعني نجمو نعمل في الموضوع هذا واضح اذا دكتور بعد عشرين أسبوع من بداية الحمل هذا اللي خصنا في الموضوع متاعنا اليوم وعطيتنا شوية من الأعراض قلت أن أهم الأعراض أنه الانتفاخ في اليدين في الساقين وفي الوجه في الظاهرين وكيف كنقيس وطنسيون القول ضغط الدم أكثر من 14 9 فاصل 9 وقلنا أنه الأكثر وأهم علامة اللي تقلقنا الطبيب بطبيعته بش يسيرع ويشوفها هي أنه نلوجه على اللي بخوتيين في الجولة إذا كان قلنا التنسيون تالع فما بتطبيع مجموعة إجرائيات أول هي البروتينيوري فمش أعراض أخرى دكتور نيفر حكينا على الأعراض بالنسبة لسامتوم هو أهم لسامتوم التنسيون أرتريال بتطبيع أخلنا من أربعتاش فوق الأربعتاش فاصل تسعة فما لفورم مديري وفما لفورم مينار سيفير ومديري مينار مديري سيفير ثاني عارض هو لزودام لزودام هزوما أخلنا نفاخ ثم الوجه ولدين والساقين ولا وركزنا على أن وراه ستين بالمئة منساء يصيرون لهم نفاخ هذية لكن حتى إشكالي إليه ما تخافش فما أعراض أخرى تهم خاصة الصداع في الرأس نجد تكون صفيف في الوذنين نجد تكون ظبابة في العينين نجد تكون ألام على مستوى البطن وخاصة على الجه اليوم لأن المرض يمس برشا أعضاء ثم بعد فسل كيفاش هذوم عوارض عادة ينجم ونساحب المرض هذا وخاصة في مراحل ما تقدمة نزيد الركز على وجعة الراس ظبابة في العين صفيف في الوذنين ولا ألام على مستوى البطن لأن المرأة لازم تراقب عند تبيبها ولا تمشي المستشفى ولا تمشي القابلة لأن هناك نحك ديما لين تمشي عند برشا اختيارات عند القابلة القوة فيهم يعمل مجهود كبير في تقصي المرأة الحامل وفهم المدسان جناليست بارك الله فيهم زاد يعاون برشا في الموضوع ذا وفهم العيادات الخاصة بارك الله فيهم زمائل كل اللي قادم يقدم خدمات في الموضوع ذا هؤلاء هما أهم العلامات كل أخص ضغط دم مرتفع انتفاخ على مستوى الوجه اليدين والسقين وخاصة أنا أكد ردوا بال من انتفاخ المرأة تكون لبس فجأة يصير انتفاخ فجئ وجيع في الراس وظبابة في العينين صفيف في الوزنين وألام على مستوى البطن عادة هذو هم من العالم من ارتفاع ضغط دم ووضع دكتور شلي أسباب هذا هذه نقطة مهمة نحب نفسرها باش نستفهم شو المرأة هذا أنا قبل هذا كل نحب نفسر حاجة زادة مهمة بالنسبة لنساء لحوامل يعني ضغط الدم كيف يكون في فترة الحمل يزي ما نعرف انه ما قبل الحمل عادة ان هم انساء صغار في العمر عادة ان ضغط الدم يعني ما هو ش مرتفع ولا بأس يعني وعادة هو ضغط الدم بشكل عام هو ويرتفع مع الامر رو اللي عمره مثال اللي عمره الخير العشرة سنين عادة تنسون ارتريال في التسعة عادة تسعة فاصل سبعة فاصل ستة والبشر يتقدم في السن والتنسون تتلع معها عادة تنسون ارتريال اللي وزار لانطور دونز ديس دوز دونك ما تجوج لذاتليت ولا الناس سبورتيف رو تنسون ارتريال تمشي في التسعة تسعة رو بالنسبة البشر وخارق العادة يعني 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 القلب والعروخ مرتاحة يعني وفي كلاج الانسان في ستين سنين رو ولا مقبولة لانو الضغط هو عادة فيزيولوجيك مو يرتفع مع العمر بالنسبة المرأة الحبلة يزي ما نعرفه انو في الفترة الاولى من الحمل للتنسون ارتريال تنخفض شوية عليش لانو مش تصير لانو في الجسد المرأة الحامل فما بارشا الاعضاء الكل تتبدل منها لسستام كارديو فسكولير هذي لتنسون ارتريال في الاشرة اللويلة تيح شوية يعني المرأة اللي كانت اثناش رو بيهي بارشا كي تهبط للعشرة رو بيهي بارشا كي تهبط للتسعة رو تسعة ما تفجعوش بالعكس اذاك هو النورمال وديجا فما ما قول نخلوها التنسون ارتريال اللي النورمال مو نورمال شي لفام انسانت يعني انا بكرة ولا بيهي بارشا انسانت مقص التنسون الخاء اثناش هذو كم رام لباس يعني اثناش هي التنسون اللي قبل الحبالة اذا كان مقاط اثناش في الاشرة اللويلة رو دو نرى هكومة اللي مش عملو بريكل بسين بعد يعني المرأة الحبلة اذا كان هي احداش ولا اثناش قبل الحبلة شرلول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع يلزم تطيح للتسعة مرات التنسون تطيح اكثر شوية للثمانية ولا للسبعة وبعض انسا تلقوهم لباس انا ذوكم كل المراد ما تخافوش احنا ارتريال في اول الحبلة رايزم تطيح للتسعة والعشرة رايلي تبقى لاثناش هذيك ترد بيلا مش تطل على تنسون بعد به انا مش نبسط لماكسيموم شنية هذي البومينة هو في يعني في الحمل بينصير فم حاجة نسموها الخلاص يعني الخلاص هو الورقان اللي يهز الدم من الرحم المشيمة يعني هو اللي يهز الدم من الام الى الجنين المشيمة هذي يلتسق في جدار الرحم وفاك العملية الالتساق تصير انفزيون تصير انفزيون احتلال العروق متاعك للجدار الرحم وكل العروق تتحل وتولي تهز الدم توصل الدم للمشيمة والمشيمة توصل الدم للجنين احنا في المرض هذا عنا اندفو دنفزيون تروفو بلاستيك مش معنات يعني الاخلاص مرماش عروق يعني هو اضطراب في تكون الخلاص وفي يعني كما نقوله ستاندفو دنفزيون تروفو بلاستيك يعني الاخلاص ماعملش كالعملية ذي متاع الانفزيون ما تحلق ما تحلتش عروق الام وبالتالي والدم ولا معاش يوصل للمشيمة بيدها ومعاش يوصل للجنين بالجنين بينصير الدم فيه الاكسيجين وفيه النيتريمون اشي يصير في العملية هذي الاخلاص بيدو تصير فيه عملية تلف وكالتلف هذي كالي يصير في الخلاص مش يسب 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 تكسيك تكسيك وكالي سبستانس كومة مش يمشو لبدن الام وينتشروا ويمشو يضربوا العروق في البدن بتاع الام نحبش نخول الكلمة ميمش يأثروا على العروق بتاع البدن بتاع الام وبالتالي واللي فما العروق تعمل سبازم تصير بينصير تتصل بالعروق تطلع التنسيون العروق بيدها تتسايب هي مثال في الدماغ ولا في الكبد ولا في الكلا تتمس تولي العروق بيدها تصير فيها فويت دولي كيد الجدار متاع العروق يتمس تولي تتسايب في الماء واضح وهذاك علاش يجين في الدماغ كي الماء يخرج وتسايب ولي عم صداع واضح في الكبد كي العروق كيف كيف زادة تتمس تولي تعمل وجيعة في فم الماء ده ولا في سيرتوه في الجنب بليمين بلاص الكبد كيف كيف زادة بليمين وكي تولي بومين واضح وذي هو العملية يتمثل جسد الكل وإحنا بتبيع الطب في وقت من الأوقات احنا فما علاجات من بعد ونجم ونصرف كثير مخلفات والمضاعفات لأنه فما لفور مينور لكن فما في المرض هذا بعض المضاعفات بالنسبة للجنين كيف كيف الجنين دونك إذا ما وصلوه الدم ومشلوش الأكسجين شو مشي يصير له أول حاجة الجنين يضعف يوالي عنه روتار دكر والسانس واضح وإذا ما يصلوش الأكسجين والنيتريمون مش عنده سوفرانس كرونيك يعني والجنين متقلق يوالي ما معاش متفرد لداخل فكر شمو أبار ضعف يوالي حتى الزرقانو بتاع ويتمسو ونيبوكسي دونك هذك عليش من أهم مضاعفات عند الجنين هي ضعف الجنين ومرات نجم تأدي الوفاة للجنين أنا راني ما نحبش نخوف إنسان إن شاء الله اللي فام منصان دي منقول عادة لكمبيكاسيون يصيروا عند الحالات اللي ما راقبوش اللي طورت الحالة عندهم وجاءوا في الأخر الحقيقة وإن شاء الله رب يصير إنسان الكل وإن شاء الله نحن رأوا هذا الكل ما نحبوش نخوفهم هي الواحد كي يعرف المعلومة بالطبيعة تنجم تفيدونها حتى في حياته شكرا دكتور نيفر على المعلومات المهمة هذه بالحق المساج بوزيتيف لازمنا التقاسي المبكر لتفادي المضاعفات لتفادي أن نفقد الجنين أو نوصل للتعاكر لحالة الأم أحنا معاكم على الحياة تسمعوا فينا في برنامجكم مع طبيب المختص وضيف الحسن تاعنا الدكتور رضوين النايفر طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد وأستاذ جيمي عيسي بقنبي كلية الطب بسوسة نخرجوا استراحة موسيقية وهنا رجعين برنامج طبي في علاقة بيطب الاختصاص على الحياة أفهم أسبوع خير لسيدة المستمعين اللي تحقوا بنا توا أنتم على الحياة أفهم ميزاعة القيرو والصحة تبعوا فينا مع برنامجكم مع طبيب المختص موضوع الحسن تاعنا ارتفاع ضغط الدم عند المرأة الحامل ويحضر معنا الدكتور رضوين النايفر طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد كنا حكينا في الجزء الأول من الحصة على تعريف ارتفاع ضغط الدم عند المرأة الحامل على العالم تمتعه أسبابه وتقوى دكتور عنا ميكرو تريتوار فما تساؤلات عند النساء الحوامل اللي سمعوهم مع بعضنا ونعلق عليهم نعم النهار اللي حبلت بالحق لشهر اللولة تعدولي ما رحس بروحي عندي الفشلة ويطلع لي الدم ويطلع لي الضغط وما يهبط اللي بجهود معناها فما ماكل لازم نتبعها ولازم إنسان يرد باله على روحه وعلى صحته ما دامني وإنسان تلازمني نتليها بروحي أنا طوى أنصا أنت في شهر ثاني ديما نتقلق وديما يطلع لي الدم وليد فيسها نتنرفس فيسها نتقلق وأن بلوس أنا واحد ما قاشيش كون حتيقيس للدم ما نلقاش كون يتفقدني لقال حاجة نتغشش جيب تزوز صغار ما طلع ليش الدم جملة جيس ديما تسعة عشرة ديما طيح لي الدم ديما نوكل في الكب ديما الكب دت جيش وكبت العلوج ديما ديما ما يطلع ليش الدم جملة حكم عمري سبعة وعشرين سنة ما يطلع ليش الدم ديما تسعة عشرة ديما نوكل في الكب دو كبدة العلوش وكبدة الدجيش به شي كبير باش النجم نقاوم كل شهر نقيس الدم تسعة عشرة ما يطلع ليش جملة كونت أنسانت وليت لبيس أما تنسيون ديما طعم لفيها إبو تنسيون ديما طايح ديما في الويت تولدت بنوف قتليت لعلي الدم وقت بي في الصغير لول كي جبت ولدي صغير لول الحكاية كنت لول مشلقت شبروحي من حساب شرية بالهي لسبب فالحكاية الحكاية هي بك في إرسفاع ضغط الدم كمشيت للطبيع وعمل ديزاناليز وكل شي طلعت الحكاية معناها أنه قطبني إياني حبله ونطغشش برشة وكل شي ونكون هرمونات تعبتني برشة من بعد الحمد لله تعديدها دكتور شنو ورايك بالي برشة بالنسبة فما السائل جاوبنا عليها يعني باهيني تنشان تيح شوية عادي قلنا أنه هذيك العادي يعني ترجع ما قبل الحبالة ما سيش بعد فانسومين ترجع الحديش ولا صناش أما راو قبل في أول الحبالة راو باه كي تيح للتسعة والعشر هذي هو نعمر زيد هالي اللي قالت هي خطر صغيرة معني قدمت كل المرأة صغيرة وصحيح يعني تنشان أرتريال جي أكثر عند المرأة الحبلة اللي تفوت لاربعين سناء باي حبيت الركز على مهمة حاجة مهمة في مسئلة النظام الغذائي تغذية راو رضو بيننا في التنشان أرتريال شي لا فامونسان يعني البومينا بروبرموندي تذي البريكلومسي راو ما هيش زي يعني زيادة في الملح عند المرأة ما عندها حتى علاقة بالملح بل بالعكس إذي كمش تعمل ريجيم ناقص ملح راو مش تزيد الضر الصغير ضرر المرأة ريجيم يكون ملح عاديا متويز هذه المعلومة مهمة راو تنشان أرتريال اللي جي عند البكرة خاصة اللي جي بعد العشرين أسبوع راو يميش من الملح هذا بعد عشرين أسبوع هي مشكلة خلاصة في فترة الحمل الأولى من المستحسن تكون ناكلة غذائي يعني واضح لأنه مش تزيد مش نقص ملح هو ستجأ فما نسموها إبو روليومي رلاتيف خسرت الماء يعني من العروق متاح مشاوه في البدن هذاك عليش حتى الميزان يزيد برشا ومفات الماء اللي يخادي يخرج من العروق متاع المرأة من اللي يسو وبين سور تولي المرأة عندها بالعكس الماء ناقص في العروق ستون إبو روليومي رلاتيف يسموها لأنك كي مش نقص من ملح مش زيد كيف كيف زيد الماء ينقص في العروق وبالتالي زيد تعاكل الحال في كلمتين نظام غذائي متوازن بين سور في الحم والكبدة كما تخول ما يسالش ولكن الكبدة في بني قال وتخلي معدلة اخذي الكل شوف أنا ديما نركز على الخضار وهميتها في الموالح زادة البروتيين بين سور الكبد الحم متجاج والحوض طو سمبلمو والحليب مشتقاته هذو ما في الغذاء وإحنا راو الريجيم تينيزي راو مكلتنا احنا راو اما ناكلو مكلتنا كوريكتمن اكثر بروتيين بطبيعة ناكلو خضرة بالقدال ناكلو الفواكه يعني الخضرة توسكي لجوم يفروي وبيحاول توتمشي وبين سور فما علاجات اخرى نعطيو الحديد عند المرأة الحبلة ديما الخطر فما ماذا بينا اكثر كمية تحديد للجنين خاصة بيحاول الامور تمشي لبس يعني ناكد على اهمية انه ما يلزم نقص الملح في الماكلة واضح واضح دكتور احنا حكينا على العلامات اللي علامات الخطورة منها قلنا لعمر متاع المرأة فماش علامات اخرى بالنسبة لفاكتور دو ريسك ديما نشوف البومينة هي عادة هي المرض متاع البكرة يعني نشوفها اكثر عند البكرة دي بعد العشفين واسبوع خاصة وعادة تسعين بالمئة ولا ثمانية بالمئة معاش ترجع رو جنرال ما ترجع فما دي فار ما اللي ريسي دي يرجو عند مثل دي عند البكرة والحبالة الثانية والثالث انسي دوسويت ستون فار دو بريكلام بسي ريسي دي في اربع نواعية هذي حاجة منوف ممكن فما نقطة مهمة يخلك لفاب الاكسپوزيشون وزنتيجين دو بير شمعناتها احنا تولين نشوف انو الناس كل ولو مزروبين على حبالة لقيقة في بحثي في الموضوع لقيت انو راو حبالة بريكوس فيسع يعني افري اموة او دو موة رايي تعرض الام للبومين واضح علش حسب رايك لانو في علاقة الزوج مع المرأة مش سير تعرف يعني صحيح بين شير فما جينيتيك انتيجينيك دونك بالطبيعة اذا كانش تصير حبالة فيسع ديجا بدان المرأة مازال مش مهيئة مازال معرفش بدان الزوج واضح دونك وبالتالي احنا ننصح انو الناس يزوم يصبروا شوية الحقيقة ديجا لقيت انو حبالة سريعة يعني رايي تعرض الامراض هذي وبالتالي ننصح ما تخافوش أنا نخول ستة شهور عام ما صارتش حبالة وقتر يمشيوا للطبيب نعديو وانا شفنا يعني بالكاشف والابحاث انو رايح حبالة سريعة تؤدي الى امراض يعني ربما ما تنشكون اختيرة على الام هذي الموضوع الاخر تدخل فيها نظرية يعني وفات الام ما عرفتش رجالها بشكل مطلوب انفوه صارك تعارف واخذها على بعضهم وقتا حتى كي تصير حبالة اللي بدن يقبلها فلا المرأة اللي مرضت بيقبل في حبالة سابقة يعني ترد بالها في حبالة دي ما في كل حبالة ماذا بين الرقب يعني فهمتني فما دي فورما اللي تعاودوا بالنسبة الانساء اللي اماتهم اخواتهم عندهم تنشون ارتريال يردوا بالهم راموهما ينجموا تطلع لهم البوميناء وبالتالي زادهما 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 اي انسان عنده في العلاج يكون عنده زغط الدم روهو بيدو يزم يراقب كي سوا انفامونسانت ولا مايشونسانت يزم يتراقب كي تواتي الواحد روما فيها باس البشر مرة في الستشور يمشي قيس التنشون واضح هذي حاج بيانسور ما بين الفكتور الاخريين نذكروا انو السمنة بيانسور نحاول اللي عند النساء اللي عندهم بدجا تنسون ارتريال فماشكون هي مريضة بالتنسون ارتريال وتاخد في العلاج متاح والتنسون راكح هذيك زادهما تراقب ستين فارم زاده اللي تنجم بعد العشرين أسبوع مع التنسون هذيك كانت لاباس وستابل تتفرع التنسون بعد العشرين أسبوع الدواء واللي ماعدش كافي وتضر البروتيين دون الزيورين هذيك يسموها بريكلامسي سيراجوتي يعني نوع اللي جي عند المرأة اللي دجا كانت عند التنسون ومراقب وتراقب عن طيب قلب ولا تطب عام وتخفض ومرا راكح لكن تنجم هذيك من سهل زيما تراقب هذيه نزيد نذكر انه فما لاج أفنسي أكثر من 40 سنان ديما عندك سكر والدم ما دوم من الحويج اللي يظهر بعد 40 سنان وبين سير تعدد الحمل يعني لحقيقة احنا الهنا في الموضوع هذيه ننصح لكوبل ويكون ربي ينوب على كل إنسان لكن تعدد الحمل راو بعد 4 و 5 حبلات اعرف راو في 5 و 6 سيف ما ريزك انه تطلع التنسون يطلع السكر حتى على صحة الام الحقيقة الام ديما أقول الام خدش منها يعني صحيح يعني خدش من حبالة وخدش من وخدش من ريزك وخدش من ريزك انتا ولادة راو اللي معرفش معنى ولادة دونك ما معرفش حتى شايف الموضوع هذا دونك الام يعني خدش منها يعني فهمت دونك انا اكتر من اربع دونك تعرض شفنا ارتفاع ضغط الدم تعريف واسباب والعلامات الخطورة واللي تسبب في التعكر الحالة عند الام وعند الجنين دكتور التأثيرات الضغط الدم هذي اللي مرتفع عند الحمل بعد الولادة على الام وعلى الجنين شوف على الطفل المضاعفات احنا بكري حكينا على العلامات وفهم العلامات اللي كيف بجع في الرأس والزباب في العين اللي نجم ويكون يعني علامات ديفور سيفير دونك من بين المضاعفات باش من نحب نطول في الموضوع باش من خوف هذو من المضاعفات ان شاء لأ يبقوا امور نظرية وما نشوف هاش برشة اذا كان المرأة تراقب بكري بيحاول من من بين الكريز دي كلامبسي هي حالة سرعة تجي في الحالات الصعبة من يعني اذا كان المثال تطلع برشة دونك والمرأة ما راقبتش وما فقناش بها ولا ما هي ما راقبتش دونك تنجم تصير حالة سرعة عند المرأة الحامل يسموها الكريز دي كلامبسي اللي في بعض الحالات تنجد حتى الوفاة دونك ما بين المضاعفات الاخرى لما توم ريترو بلاسنتر يصير حالة نزيف وراء المشيمة يعني دونك الخلاص يتقلع من بلاستو وبالتالي تصير اختناق حاد للجنين نجم يؤدي الوفاة للجنين وبين سيول هنا المرأة تخسر شوية دم يعني تنجم سرعة مشاكل اخرى هي من اهم علاماتها مرأة تكون لبس عليها فجأة تحس بوجاة قوية نسموها هذي كوقت بالطبيعة مرأة كان نحس وجاة غير عادية ولا فشئية لأنه تنجم من الحالات من المشاكل الاخرى التي تنجم القصور الكلوي بالطبيعة لما اشكال ارتريالي مثل اعضاء الكل من القصور الكو الكلوي بعض النساء في الحالات الصعبة ينجم يخرج الانسوفيزانس رينال يعني قصور كلاوي نجم يكون يعني كيف ما ينجم في بعض الحالات كل مرأة تصفي يعني فهمت من المشاكل الاخرى نزيف الدماغ لأنه مرات تتنسيون تطلع وتفوت لعشرين ومرات تفوت الخنسة وعشرين يسموها هشتيا ماليني ولا تشوف بان تطلع مش ترشق العروق يعني نزيف الدماغ هو حالة خطيرة لحقيقة فهمتني من المشاكل الاخرى زاد الوابي اللي هو اودامي قو دو بومون تنجم تجي حالة اختناق الام يعني القلب يعني واللي معاشي نجم يخدم بالقداء كي يطلع ضغط الدم بطبيعة الدم مشارج عرويري وتصير اودامي قو دو بومون اختناق على مستوى الرئتين يعني وتنجم دي كولموند لاريتين زادة مرات حتى الشبكي متاع العين اللي كلها نتجة على ارتفاع ضغط الدم كيكون ارتفاع حاد بالنسبة الجنين يعني هم حاجتين يعني هي النتيجة الحتمية يعني الجنين بالطبيعة هو الخلاص مش قاعد يغذي في الصغير مش كونه ضعيف مش يكون امور رتاعة بشوية مش معناته يعني يشوف هو رو هو رو يتولد كيلو ستمية ما يتولد لباس مرات في بعض الحالات لان هو قاوم يخليه نوعا ما يكسب نوعا من القوة ما تخافوش رو اما رو يطلع بحول لباس اذا كان عرفنا وقتاش نخرجوه في وقته مرات في بعض الحالات مالوريزمو تنجسير وفاة جنين اذا كان الحالة صعيبة وما فقناش فقنا مواخر والجنين دي جا تعب وما فقناش به اهم مشكلة احنا يخلينا في بعض الحالات نلتجوا الى ولادة مبكرة وكل ولادة المبكرة خطر على الجنين بريماتوريتي اذي وعندهم ان شاء الله ما نسلوش الحالات ها كان الوقاية كما قلنا الوقاية والتقاسي المبكر هما افضل الحلول اذا كن اضطرين للعلاج دكتور شنو ما سوبل للعلاج احنا نشوف مبدأ انا نحاول دي ما نمشي به انا مثال جتني قبل عشرين اسبوع ما فيش اشكال نوجهها لطبيب القلب يعني تبدأ العلاجة من وقتها يجب تعمل تلزع القلب تحليل على الكلوة كذا ونعتبر اللي هي مرض مزمن يعني لطبيعتها مش يبقى دوسها عن طبيب القلب وانا نوصل العلاج من بعد بقيت الحبالة العلاج مع طبيب الكارديولوج متاح حول الطب عام اللي هو بالنسبة انا كنلقى تنسيون اربعة عشر فاصل تسعة فما فوق اول جيس نعملو ما حتى كان فورم مينارة الرقد لمريضة نعطي علش لان لا تصير على اربعة عشر فاصل تسعة نجم بعد ساعتين تولي سبعتاش فاصل لحدش نجم تركح من بعد احنا احسن اول حاجة نعملوها كنفيقوا بالتنسيون ارتريال طالعة بعد عشرين اسبوع مهما كان الوضع رقدوا المريضة على اقل 24-48 نهائرين في السبتار ديما نقول انساء رو شوف اللي مش تمشي للهوبيتال رو سحيح سيبا نوتيل تونس ظروفنا مالرزمو لكن مرات الانسان يزمي ضحي مش ترقد نهار نهارين وراقب التنسيون سور 24 لانو رايي تنسيون اللي فريابل لاجم نعطيوهم نجمو نعطيوهم مرات نوعين من الادوية لانو مش نفهمو الفورم متاع هذي فورم لجير مدري ولا سيفير وبالتباعة فما تحليل مسير تحليل دم على جميع الاعضاء خاصة الكلوة والكبد و تحليل زادة فمتي تعطينا الفكرة على وضعية الام وكيف زاد مش نعمل مثل تشخيص بالصداء الجانين ونشوف وضعية نعم نشوف الميزان ونعمل اللي تعطينا فكرة على العروق متاع الجانين وكاكا احنا تتكون لنا فكرة شافية على الواحد وراو شوف بالنسب إذا كان فقنبا المرأة مش تبقى تحت المراقبة راو المرأة زي ما كش سوى شوالي ترقد بشكل دوري مرأ كل جمعاتين كل شهر فهمتي والإنسان يصبر لأنه ما دائم كان وجه ربي الإنسان يصبر لأنه مش يضحي المرأة مش يضحي الشهر الشهرين انت قربها للتاسع إذا كان مثال مالورزمون دي ما عدتن لفورم سيفير هما لفورم بريكوس راو بريكلام بسي في أفن دو سمين بريكزمبل في ثين عشرين أسبوع راو ردوا بالن راو ذوك مصيد فورم سيفير هذي كان إحنا المرأة كنصوا بها للثامن تسمى خرق العادة أما الريكلام بسي دي في الأخر عدتن أخف وإحنا قربنا للتاسع لأنه مشكلتنا شنو هو نمنع الأم ونحاول نمنع الجنين وفهمة قاعدة تقول أنه راو حياة الأم مش معناته هي أهم من حياة الجنين لأنه في الأخر الصغير يتعود لأنه مالورزمو إحنا فهمة انه تستوجب استقصال الجنين لأنه راو في بعض الحالات البريكلامسي تمثل خطر على حياة الأم مغير ما نخوف إنساء لكن في بعض الحالات يعني أنا نذكر مرة في السبيتار يعني مالورزمو المرأة رفضت تخرج البيبيمتاح وشويلا صارت كارثة في الأخر يعني لأنه وقتها تم نقلة لإواف لأنه رفضت قالت ما مستحيل أن نحي بيبيمتاح لأنه هو مثل خطر لأنه هنا إن شاء الله بيحاولها منعيشوش لحالة هذي يعني والعلاجات تشوف أهم أحنا المبدأ لول نعمل على الأوبيتال إذا كان الحالة منر المرأة تخرج الباسيونت بالعلاج متاحها طولي تبقى مراقبة دورية ما بين السبيتار وطبيب الخاص إذا كان في البريفي بيانسيول فمتنين هذي هو ونحاول ونحاول نحن نوصل للمرأة نقربوها للتاسعين لأنه نحب نمنعه زاد الجنين مش معناته مهم إن نمنعه الجنين وراء الجنين تاو كينوصلوا به ترون دو سمين عادة تاني نراء بيحاول لله بياب لأنه تاو رزموا إنه ريانيماسيون النتال تحسنت لبلادنا وديما نمشو حاس إمكانياتنا الحقيقة إن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن فرمت وبالمناسبة هذي نشكر زملائنا لبادياتر لخاطر لحقيقة قاعدين هما مجلود هذا هو بالنسبة الراحة بيانسور دويات فما دويات أخرى نستعملها في صورة مضاعفات وديما إحنا العلاج النهائي والأهم هو الولاد إذا كان إحنا إذا من نختار الوقت المناسب للولاد نحاول نقرب الجنين للتاسع ونختار الوقت المناسب اللي على الأقل نقوله المرأة تدخل في الريسك يعني إذا كان نحس مضاعفة مثال العلامات ما تحسنوش بالدويات ولا المثال التحليل البيولوجية تعكرت فما مشاكل أخرى يعني فمتي وقتها يزمنا نخرج البيبي رأوا حياة الأم ديما نقوله مش أهم من حياة الجنين ما يقبل حياة الجنين وفي الأخر ديما نحاول وننعوه الجنين في يعني بالنسبة الجنين نحن في الموضوع هذا نعطيه لما تدخل المرأة نعطيه زرار كورتيكويد هذو أدوية نعطيه باش نقوي الروير متاع الصغير نعطيه يعني فما تروى كوير عن الحق بانشور هذا من الرفلكس اللي يصيروا بالطبيعة فهمت واضح وذي هو بالنسبة كل لخص النهائي هو الولادة الولادة كل شيء يرجع المكان التنسيون تهفت وتحليل تتحسن وحتى الجنين يخرج مرات يخرج لبر خير خير من يقاط دونك مرات راو توفي مثال نجم ممكن عندو شانس أكثر باشي يعيش من اللي يبقى الداخل دكتور فما خطر اني الام تقعد بعد الولادة عندها ارتفاع في ضغط الدم هو فما موجود دول نسبة ضئيلة يعني نسبة ضئيلة بعض النساء يعني كيف ما يكون عندها تأثير على الكلا مثال هذا عادة موجود صحيح بعض النساء لكن النسبة ضئيلة الحمد لله ضئيلة جدا مالو رزمان فما بعض النساء لتبقى التنسيون بعد الولادة ولكن العلاج موجود في الاخر هذيك مش تولي هشتي كرونيك وتولي تعالج عن طريب قلب يعني بشكل عادي وانشاء لا بحول لها بس دي ما يعني مع التأشكيل وضح شكرا دكتور نيفر شكرا على الكام الهام من المعلومات والتوضيح هذي حبيت نزيد اضافة على الوقاية بانسو انا بش نخلي لك كلمة الختام في الوقاية عايشك دكتور اهم حاجة شوف هي المراقبة الحامل نتمنى في بلادنا ان تسهيل يعني لكسي واسوان بالنسبة لمرأة الحبلة نعرف اللي فهم الخدمة فوضى يعني 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 حتى طلب كبير مرات على القطاع يعني يعني يتحسن في بلادنا هذي حاجة يعني يعني هو الاسبيجيك صان ولا حاليا الكارديوسين توسل لمرشيل خطر الاسبيجيك ما نعرفوش علش منعوها عند المرأة الحبلة يعني ولو انه هو العلاج الوقائي الوحيد بالنسبة الارتفاع ضغط الدم عند المرأة الحبلة عادة الاسبيجيك كذي صان نبدأوه يعني عادة وهو يعني في بعض الحالات يعني نزيد اللي هو مزرير قطعت الجلدة مع الاسبيجيك كويقاية باش معاش ترجع في الحبلة الاخرى هذا ما يعنيش انه مرة تسوز اسبيجيك ومرأة وترجع على لكن هنا تدخل مسئلة يعني كل فما بعض الحالات المرأة مثال ولا في العيلة عند التنسيون نجم ترجع على الحكاية ذي نأكد على اهمية الغذاء والتوازن الغذائي واهمية تولي يغورت بلاد fromage احنا اشوف انا دي ما اقول الغذاء قبل القم قبل القم قبل 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 المراقبة الاسبيجيك في حبالة اخرى الاسبيجيك كويقاية اهمية انه نظام غذائي متكامل وخاصة بازي على البيتامين شكرا دكتور نيفر يعطيك الصحة احنا قبل من قولولكم ردوا بكم على رواحكم المراقبة والوقاية قبل العلاج كانت معكم دكتور عفف القزيني في برنامجكم مع طبيب المختص ضيف الحسة دكتور رضوين النيفر طبيب مختص في امراض نساء وتوليد واستاذ جامعي سابقا بكلية الطب بسوسة رفقنا في الاخراج تقني للحسة امنا بوخيت في الديجيتال محمد فجرية نقول لكم الى اللقاء وباي باي مع الطبيب المختص مع الطبيب المختص اسبوعيا برنامج طبي في علاقة بطب الاختصاص على الحياة افهم